موسيقى موسيقى مرحب بكم أحبائي في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في إنجيل يوحنى نشوف لمحات وصور من هو المسيح وإرساليته بحسب البشير يوحنى الرسول وصلنا في تأملاتنا في أصحاح ثلاثة إلى تقريبا الجزء الأخير من الأصحاح في آية 31 يقول هذه الكلمات الوحي المقدس بعدما قال يحنى المعمدان ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنقص قال الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع يحنى المعمدان يتكلم عن المسيح له كل المجن والذي من الأرض هو أرضي هو من الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يديه الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله شفنا حبائي في الأعداد السابقة اللي أريناها دلوقتي إزاي يوحن المعمدان كان بيوضح فكرة فكرة مهمة إنه جاء كالصباق تفور رنر للمسيح عشان يعد له الطريق ويهيئ الساحة قدامه لاستقباله كحمل الله كحمل الله الذي يرفع خطية العالم زي ما كانت النبوات بتتكلم عنه في القديم وكان بيوضح بكل جلاء إنه زي الشبين زي ما ذكرت المرة الماضية يحن كان بيعتبر نفسه زي الشبين البستمان اللي واقف جنب العريس اللي شغله الشاغل هو إبراز العريس وتهيئه للعروس وتهيئ العروس ليه في الفقرة اللي إحنا بصددها هنا اللي أريناها من شوية هنا بيقدم لنا المعمدان عدة أسباب على الأقل خمسة بيّن بيها تفوق المسيح عليه أول واحدة قال المسيح من السماء آية 31 الحاجة التانية المسيح يعرف الأمور من مصدرها في آية 32 كانت في الحاجة التالتة بيقول كانت شهالة المسيح تتفق دائما مع الله في آية 33 الحاجة الرابعة اختبر المسيح الروح القدس بطريقة لا حدود لها في آية 34 وخامس حاجة وأخر حاجة أن المسيح متفوق لأن الآب السماوي منحوا المكانة دي المكانة السامية الفائقة اللي محدش تاني عنده إياها في آية 35 على فكرة عايز أقول حاجة في منتهى الأهمية هي أن حياتنا كلها بتتركز في سؤال واحد أساسي ومحوري هو من هو المسيح إذا قبلت المسيح على أنه مجرد نبي أو معلم تكون رفضت ما قاله هو بنفسه عن نفسه أنه ابن الله أي المعلن لذات الله الرب من السماء وأنه المخلص الوحيد المؤهل والكفء لهذا العمل المجيد لاحظ معي عزيز المشاهد العبارة المهمة دي في آية 36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكت عليه غضب الله واخد بالك معايا من فكرة له حياة أبدية مش فهى سيكون له حياة أبدية له حياة أبدية الآن وكده بنشوف أن الحياة الأبدية بتبتدي بلحظة الولادة الجديدة من فوق بعملة الروح القدس زي ما قال الرب مع نيقوديموس في حواره معاه في نفس الأصحاح في الآيات اللي قابليها أحبائي الحياة الأبدية هي امتلاك حياة الله اللي هي حياة أبدية بطبعتها زاد حياة الله بنفسه النهاردة ربنا بيحط قدامنا اختيار مهم جدا جدا هو اللي ذكر في آية 31 من أصحاح 20 اللي هي الآية المفتحية اللي نوهنا عنها قبل كده أما هذه فقط كتبة لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي يكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه الله بيحبك معايز لك الحياة الحياة بتاعته هو الحياة معاه الحياة الأبدية الحياة المجيدة فاكرين في العرض والاختيار اللي حطوا الرب قدام الشعب في القديم ولا يزال بيحطوا قدامنا النهاردة وقدامك وقدامي انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والموت الخير والشر فاختار الرب بيقولك النهاردة اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك ياه كلام ده العرض ده قاله الرب في تاثنية صحاح 30 فياريت كل واحد بيسمعني النهاردة ينوي النهاردة ويقرر من كل قلبه ويعزم انه يختار الحياة الأبدية الحياة اللي جاءت في المسيح يسوع الحياة الفضلة الحياة اللي من ذات نوع حياة الله خليك زي يشوع في يوم الأيام حط التحدي ده قدام الشعب وقال لهم في يشوع 24-15 تذكروا قال لهم اختاروا أنتم لأنفسكم من تعبدون أما أنا وبيتي فنعبد الرب أخذ الاختيار الصحيح الصائب أرجوك أخي وأختي أنا أخذت الاختيار ده وأشكر رب عمري من دمت على الاختيار ده صلي من كل قلبي تلسه بتشاور عقلك وتفكر خد الخطوة دي خد الاختيار ده النهاردة خد المسيح من نصيبك فتح يا حياة أبدية إلى الأبد حياة من ذات نوع الله وتنجو من الدينونة تنجو من العقاب وتنال المجد الأبدي في المسيح يسوع وله كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة